أكد رئيس الجمهورية برهم صالح أهمية تحقيق الإصلاحات ومكافحة الفساد وحل مسائل بغداد وأربيل العالقة جاء ذلك خلال استقباله وزير المالية علي عبد الأمير علوي وذكر بيان رئاسي أن الرئيس صالح شدد على ضرورة إجراء الإصلاحات المناسبة ومكافحة الفساد والعمل على ترشيد الاتفاق الحكومي والمحافظة على المال العام وتطوير وتنويع مصادر الاقتصاد في الوقت الذي تواجه فيه البلاد وباء كورونا المسجدة مشددان على أن المعالجات الاقتصادية للخروج من الأوضاع الحالية يجب أن لا تؤثر في طبقات الدخل المحدودة والموظفين والمتقاعدين والتزاماتهم الحياتية